السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أهزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري الفيديو يجيب بشكل مستعجل بعد بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا فيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري ومعي بش نعرفوه الحيتيات دي الموضوع إذن هذا هو البلاغ الإخباري الذي صدر يومه الثلثة الثاني من يونيو 2020 بموضوع انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا إذن هي مباراة المدارس العليا بالضبط الأقسام التحضيرية أي عملية الترشيح لولوج هاته المراكز. إذن سنتعرف على كل هذه الأمور التي جاء بها البلاغ الإخباري. قمعين إذن مدة التشجيل إذن التشجيل سيبدأ من اليوم الثلثة الثاني من يونيو وسيستمر إلى غاية الثاني عشر من يونيوز 2020. التشجيل في هذه طريقة التشجيل هو عبر بوابة المراكز العمومية للأقسام التحضيرية يعني عبر الموقع التالي ويونيو 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 يمكن لكم تسجيله منه ويمكن لكم كذلك تسجيله عبر فضاء المتمدرس بمنظومة مصار للتدبير المدرسي يعني هذا الموقع للمصار كتدخل وكتدير نميرو المصار لك وكتدير القنن السري ممنوح لك من المؤسسات التعليمية ثم كتدخل وكتسجل في هذه الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالنسبة للشروع الترشيح كما جاء البلاغ في نصه كالتالي ويفتح باب الترشيح لولوج السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج الباكالورية دونك الانتقاء باش تدخل سنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا يتم بعدها إعلان نتائج الباكالورية يعني المترشحون متوفرون على الشروط الاتية أن يكون المترشح قد تابع دراسته بالسنة الثانية باكالوريا خلال السنة الدراسية 2019-2020 يعني اللي مقبولين في هذا المبارك هما تلمد لكيقرأ هذا العام في الباكالوريا يعني في هذا الموسم الدراسي 2019-2020 السرط الثاني أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها برسمي سنة 2020 يعني الباكالوريا اللي غتاخدها غتاخدها برسمي سنة 2020 أو لا ديبلوم آخر يعادل الباكالوريا بسنة كذلك 2020 الشرط الثالث اللي يتجاوز سن المترشح 21 سنة بتاريخ 31 دجمبر 2020 المعنى أنه المترشحين اللي بغين يدخلوا لهذه الأقصى متحدرية مخصوش يكون سن ديالهم يتجاوز 21 سنة وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الاقتصار لأول مرة على الترشيح الإلكتروني دون الحاجة إلى وضع ملف الترشيح في المؤسسة الأصلية المعنى المعنى أنه هذا العام بسبب الظروف التي يعيشها المغرب بسبب هذا فيروس كورونا يعني قد تقرره بشكل استثنائي الاعتماد على الترشيح الإلكتروني يعني غير بارانترنت لا تترشيش وتدفع دوسية لك في المؤسسة لا ترشيح غير إلكترونية إذن دون الحاجة إلى وضع ملف الترشيح في المؤسسة الأصلية مع ضرورة الاحتفاظ بمطبوع طلب الترشيح إلى حين الإدلاء به إذن مني غادي تسجل غادي يعطيوك واحد المطبوع بأنه راك تسجلتي وأدليتي بالمعلومات ديالك كاملة غادي يعطيوك ذلك المطبوع خصوك تحتفظ به إلى حين الإدلاء به خلال عملية التسجيل بمركز الأقصى متحدارية يعني غادي تعتمد على ذلك المطبوع بيش تسجل في الأقصى متحدارية هنا الطلب بهذا المطبوع فهذا هدوه ما الشروط والحاجة قلنا بأنه تكون هذا العام كتقرر في الباكالوريا ثانيا أنك تحصل على الباكالوريا 2020 ثالثا أنه السن ديالك ما يكونش كيتجاوز 21 سنة تسجيل غادي كون عبر الترشيح الإلكتروني دون الحاجة إلى وضع الملف في المؤسسة الأصلية هاتش اللي كان في هذا الفيديو في الأخير أتمنى لكم النجاح والسداد كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة قناتي تربوية تعليمية كنحط فيها الدروس دروس خاصة بالابتداء كذلك بالنسبة للإعداد التوجيه وكذلك النصائح كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته